السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع فيديو جديد وحلقة جديدة عن النرجسية في حلقة النهاردة هيكون موضوعنا يمكن يكون جديد شوية على بعض مننا لكن بيوضح لنا السلوكيات النرجسية الغريبة في مختلف حياتنا واللي من ضمنها الطريقة الغريبة اللي النرجسي بيكلمنا بيها في التليفون وازاي انه فعلا بيعمل حاجات في منتهى الغرابة أثناء مكلمته في التليفون مع اي حد طيب فيه سؤال مهم قبل ما نبدأ موضوعنا لان ممكن حد يسأل ايه العلاقة اللي بين المكلمات التليفونية والنرجسية وفيه ناس ممكن تعتقد ان بخترع الحاجات دي او المواضيع دي عن النرجسية لكن صدقوني اللي بنتكلم فيه ده مهم جدا لانه بيعرفنا الناس اللي بنتعامل معاهم وبصار في النظر عن انهم نرجسيين او لا الحاجات دي مهمة جدا علشان تخليك تقدر تتعامل بمنتهى الحكمة والزكاء لما تقابل مواقف زي دي وتبقى عارف انت بتعمل ايه بالضبط فياريت تشوف الفيديو للنهاية علشان هتلاقي اكيد معلومات مهمة جدا واكيد هتنفعك في تعاملك مع النرجسيين او غير النرجسيين ونبدأ مع اهم تصرف للنرجسي لما بيكون بيتكلم في التليفون معاك او مع اي حد وهو انه هيقفل السكة في والشك لو حصل بينك وبينه اي خلاف ولو بسيط طبعا على اي حاجة ليه علاقة بسيطرته وسلطته النرجسية لما بتختلف مع النرجسي فيه حوار بينك وبينه او بترفض حاجة معينة او موقف معين منه اثناء المحاكسة في التليفون او انك ما تكونش زي ما هو متعود منك هم تتكلم معاك ده الطريقة هو مش متعود منك على كده طبعا موضوع ان حد يقفل التليفون في وش حد دي حاجة فيها اللي تحترامه تقدير اللي بتكلم معاه بيحس بيها الشخص ده انه فعلا صح او انه بيهرب من الموقف اللي هو فيه علشان يبدأ من جديد او انه في وقت تاني هتلاقيه بيتصرف معاك انه ما عملش حاجة او حصل منه اي حاجة النرجسي لما بيعمل معاك الطريقة دي او بيتعامل معاك بالشكل ده بيبرمجك على انك تتعود على طريقته في الحوار وانك مرة ورا مرة هتتعود على قلة الاحترام اللي بيعملك بيها واللي من ضمنها انه بيقفل السكة في وشك وهو بيتكلم في تليفون معاك يعني زيها زي اي تصرف تاني فيه تقليل منك ومن امتك لما بيتعامل معاك بعدم احترام وعدم تقدير بيعودك النرجسي على الهجر منه لما بيقفل المناقشة معاك بانه يقفل السكة في وشك بتبقى عاجز وقتها عن انك تاخد اي موقف وبيسيبك بغضبك لحد ما تاكل نفسك وتغضب لك شوية وبعدها يتعامل معاك تاني كأن ما حصلش حاجة زي ما هو متعود معاك بيعودك النرجسي على انك تخلي بالك قوي وانت بتتكلم معاه وتتكلم بحذر علشان ما تقولش حاجة تدايقه وتخليه يغضب عليك فيقفل السكة في وشك بمنتهى اللي تزوق بيعودك على انك تنقي كلامك وتخلي بالك قوي من كل حرف بتنطقه وما تقولش اي حاجة ما تعجبش النرجسي علشان ما تخلوش يعمل معاك التصرف السيء ده هتبقى انت قلقان ان يعمل معاك كده ودي طبيعة العلاقة النرجسية كلها انك لو حصل منك اي حاجة ما بتعجبش النرجسي بيتم التخلص منك والتخلي عنك بمنتهى قلة التقدير والاحترام لما بيقفل في وشك التليفون بيسيبك في حالة من القلق والغضب في نفس الوقت وتفضل تعيد وتزيد وتفكر في اللي قلت كله طبعا الموقف واضح فيه جدا عدم احترام للنرجسي ليك بس فيه حاجة مهمة جدا ان المفروض بدلا من انه يسيبك النرجسي في حالة من القلق والخوف من انك تكون فيه غلط حصل منك او خطأ المفروض انك انت تبقى عارف ان التصرف ده فيه قلة احترام وعدم احترام ليك والمفروض انه هو اللي يقلق من رد فعلك مش انه يغلط فيك وكمان يخليك انت اللي تحس انك عملت حاجة غلط وانه كان معاه مبرره لما قفل السكة في وشك حاول كده تسيب النرجسي يخبط دماغه في الحيطة وانت اللي تعاقبه على تعامله معاك بقلة احترام او بعدم احترام مش العكس للأسف اللي بيعمله النرجسي معاك العكس تماما بيسيبك تفكر وتقتل عقلك تفكير في المكالمة وايه اللي دار فيها وتفكر ازاي تصلح الموقف اللي حصل ده وازاي تعتذره عن اللي حصل بيخليك كل همك انك تصلح الموقف باي شكل فتضطر في النهاية لانك تستسلم لإحساس الزنب اللي فرضوا عليك النرجسي وخليك تعتقد ان انت اللي خليته يعمل معاك كده يعني يسيق ليك ويحملك مسئولية انه اساء لك وان انت اللي بتخليه يعمل الاساءات دي يعني انت سبب في كل المشاكل بالطريقة دي النرجسي بيعرف يبرمجك زي ما قلنا من شوية علشان تكون بالزبط عبدة عنده تصرف مؤذي جدا بيعمله معاك النرجسي لما بيقفل السكة في وشك وبيتكلم معاك وايا كان الموضوع اللي كنتوا بتتكلموا فيه وايا كان الطلب اللي كان عايزه منك بيتم تلبيته منك وبسرعة لان انت خلاص اقتنعت ان انت كنت غلطان في حاجة معينة وانتوا بتتكلموا ودلوقتي واجب عليك انك تصلح الغلط اللي حصل منك ده وتوافق وتاردخ لأي طلب كان بيطلبه منك النرجسي أثناء المكالمة واللي أصلا قفل في وشك السكة لان انت كنت رافض او انك كنت شايف ان الطلب ده مش هتقدر تنفزه له اللي بيحصل معاك ده لانك دلوقتي متبرمج لانك ترضي النرجسي بأي شكل وبأي طريقة حاجة كمان وسيئة جدا بيعملها النرجسي لما بيكون بيكلمك في التليفون لما بتلاقيه بيتعمد يتجاهل كلامك ويتكلم مع حد جنبه او ينشغل في موضوع مع حد وانت معارس سمعه وده طبعا من باب تشتيت انتباهك وتركيزك عن اللي بتتكلم معاه فيه وفي نفس الوقت يعودك على التجاهل ومعاملتك بقلة الايمة او التأدير بتلاقيه كمان ما عندوش صبر لانه يسمعك او انك تكمل كلامك وتلاقيه بيستعجلك بأي حجة عشان تنهي المحاسة بسرعة طبعا بيعمل كده النرجسي لما بتكون بتتكلم معاه في حاجة ما تخصوش او حاجة تهمك انت لان انت في اخر اهتمامات النرجسي اصلا ممكن تلاقي النرجسي في عز ما انت بتتكلم معاه بيعمل حاجات ويحسسك بيها علشان تحس ان مكلمتك مش مهمة بنسباله زي انه مثلا تلاقيه بيشغل موسيقى بينشغل في اي حاجة انت بتحس معاه على التليفون انه بيعمل حاجة بيعمل كده النرجسي وبيعملك بمنتهى الاهمال زي ما هي طبيعة النرجسي انه يهملك ويتجاهلك في اكتر الاوقات اللي بتحتاجله فيها او لما بتكون في موقف صعب محتاج لمساعدته فيه او انك حتى محتاج انك تتكلم مع حد مش هتلاقي عند النرجسي الاهتمام بمشكلتك بالقدر الكافي او على الاقل الاهتمام بانه يسمعك لحد ما تقول اللي عندك وعلى فكرة حتى لو انت تكلمت وسابك النرجسي تتكلم براحتك مش هيكون مركز اصلا معاك لدرجة ان لو فيه وقت تاني اتكلمت معاك في نفس الموضوع هتلاقيه مش فاكر كنتوا بتقوله ايه او التفاصيل بتاعت الموضوع اللي كنتوا بتتكلموا فيه دي عبارة عن ايه حاجة كمان النرجسي تلاقيه بيتكلم معاك بفروغ صبر وبملل من الكلام معاك هتلاقي ان هو ما عندوش صبر للي انت بتقوله ولا حتى بيقدر انه يديلك وقتك او انك تقول اللي عندك النرجسي يا جماعة ما عندوش القدرة على انه يكون مستمع ليك لانه محتاجه بشدة للعكس ان انت اللي تسمع له وتهتم بكل حرف بيقوله وتكون موجود تحت امره في اي وقت يطلبك فيه اما لما انت بتطلبه او بتحتاج للكلام معاه مش هتلاقي منه اي صبر او تحمله ظروفك او مشكلتك اللي بتطلبه علشانها انت موجود لخدمة النرجسي وتلبية احتياجاته وطلباته مش العكس وده اللي بيعرفك قد ايه نرجسي شخص استغلالي من الدرجة الاولى وبيقدر جدا انه يستولي عليك وعلى كل اهتمامك وقتك له وفي نفس الوقت بيكون ابخل خلق الله لما انت بتحتاج له او بس تطلب منه حاجة او تكلمه في موضوع يخصك اي حاجة بتكلم من نرجسي فيها لو ما كانش ليه علاقة به هو مش هيسمع لك ولا هيهتم حتى انه يرد عليك ولو رد هتلاقيه بيتكلم بعدم صبر وبزهق انت بالنسبة لنرجسي شيء والشيء مش موجود كمان وكل تفكير النرجسي فيك بيحصل عليه منك او بياخده منك وبس في عقل النرجسي كل الناس عبارة عن عبيد وخدم له والكلام ده بينطبق على اي حد بيتعامل معه النرجسي اصدقاء او زملاء في العمل او علاقة زوجية او اسرية بيعرف النرجسي جدا وبشكل خطير انه يوصل لك احساس بالدونية وعدم الايمة لما تكون بتكلمه في التليفون وهيعرف كويس جدا انه يشتت انتباهك وتركيزك عن اللي انت بتتكلم معه فيه وهيغضب عليك جدا النرجسي في اي وقت وكل وقت لدرجة انه كتير قوي مش هتعرف ايه السبب اللي مخليه بالشكل ده بيعرف النرجسي كويس جدا انه يعيد التركيز والانتباه عليه هو ويصرف نظرك عن اي حاجة خلاف كده مهما كانت اهمية اي حاجة غيره بالنسبة لك في الوقت اللي هتمر فيه بمشاكل او بتكون محتاج لحد يقف جنبك او يساعدك مش هتلاقي اي اهتمام او انه حتى يسألك اقدر ساعدك ازاي بالعكس هيبدأ النرجسي يتكلم عن نفسه ويتكلم عن اي حاجة بيمر بيها ويصرف النظر تماما عن موضوعك انت زي انه يقلل من مشكلتك ويقول انه عنده مشاكل اكبر من كده بكتير النرجسي يا جماعة شخص شكاي جدا وما بيبطلش شكوى من اي حاجة وكل حاجة لانه متعطش وبشكل فظيع للاهتمام بيه وهيستمر النرجسي في الشكوى حتى وانت بتكلمه في التليفون علشان يضيع عليك هدفك من المكالمة وما توصلش لاي نتيجة حاجة كمان لما تلاقي النرجسي بيتصل بيك وبشكل كسيف جدا لو حس انك في شغل مثلا او انك او انه حس انك مشغول بحاجة معينة او انك في اجتماع مهم ولما ما تقدرش ترد على مكالمته يبدأ يلومك ويغضب عليك ويقول انه كان محتاج حاجة مهمة جدا او انه كان عايز اسألك على حاجة مهمة كمان لو اتصل بيك ومرضتش او اخدت وقت شوية على ما ترد عليه هيسألك كنت بتتكلم مع مين او كنت بتعمل ايه وايه اللي اخرك على الرد ويعملك اي موضوع خلاص دايما النرجسي عنده حساس بانه هيتم التخلي عنه ومع اقل اشارة او اقل هفوة فيها تأخير منك عليه في اي شيء دماغه هتروح فورا لان انت مشغول عنه او انك تعرف حد شغلك عنه وهيتهمك بالخيانة لو لازم الامر لما النرجسي بيحس بانه بيفقد السيطرة هيصاب بالجنون الرهيب وممكن تلاقيه بيبدأ يتواصل معاك بشكل جنوني علشان يعرف منك ايه الموضوع بالزبط وايه اللي انت نوع عليه معاك كمان النرجسي لما هيلاقيك بتتصل به مش هيرد على طول او من اول مرة وهيستمتع جدا باتصالك به بإلحاح علشان يحس بانك محتاج له قوي وعمره ما هيتهز من جواه او يقلق انك تكون في مشكلة او في ازمة ومحتاج مساعدة سلوكيات النرجسي غريبة وفي منتهى القصوى والازى وهتفضل النصيحة الاساسية بالنسبالي لأي حد عارف او اكتشف انه مرتبط او متورط في علاقة نرجسية هي البعد فورا وقطع العلاقة بأي شكل